دي سلسلة مكونة من مجموعة مقاطع بالترتيب علشان نتعلم نعمل شوية ألعاب بنفسنا لينا والأولادنا وهنا بجانب متعة اللعب فيه شيء آخر مفيد جدا وهو الرقي بعقلنا لأننا هنذاكر ونفكر ونطور هنتأسس الأول بفهم مجموعة من الأدوات اللي بنعمل بيها اللعبة وبعد كده هنعمل ألعاب كتير بسهولة بنفسنا الألعاب اللي هنعملها دي هتشتغل على ويندوز ولينيكس وماك وانتوا هتلاحظوا في السلسلة أننا عادي ممكن أشتغل معاكم على أي نظام بنفس اللغة ممكن كمان لو أولادنا عندهم 9 سنوات فيه ما فوق نشجعهم على موضوع مفيد زي ده بدل ما يضيعوا وقتهم في حاجات ملهاش لازمة ده غير كمان أن برمجة الألعاب بتشغل التفكير وتنميه وفي السلسلة دي بنستخدم لغة برمجة سهلة جدا جدا وهنسهل كمان أكتر في الشرح بس في حاجة لازم ننتبه لها كويس لازم نذاكر بالترتيب نذاكر بالترتيب يعني أول درس في السلسلة بعد كده تاني درس في السلسلة بعد كده تالت درس في السلسلة وهكذا وإلا فممكن نقابل بعض المشاكل يعني مثلا ممكن أصبط ليك ملف في أول السلسلة ونفضل نشتغل به لو أنت مثلا شفت الحلقة رقم خمسة وجدت تطبق وراها هتعمل إيررر لأنك ما شفتش زبط الملف ده في الأول فلازم نعرف أن تسلسل الشرح تسهيل لنا من الأساس أما بالنسبة لبداية الشغل والتنزيل والتشغيل والمتابعة بالترتيب وقايمة التشغيل اللي بتضم السلسلة دي علشان نذاكر منها أي شيء هتحتاجه بخصوص كل الموضوعات دي هتلاقيه في الوصف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وده برنامج جرين جنود باد اللي احنا بنبرمج عليه وبنعمل عليه الألعاب بتاعتنا وبنتعلم عليه بفضل الله وكانت آخر حاجة عملناها بفضل الله لو شغلنا كده أهو كان أني أنا برسم مستطيلات أو ريكتانجلز زي ما أنا معاوز بالألوان والخصائص اللي أنا عاوزها وبحركهم من غير ما اتدخل في برمجتهم حاجة جاهزة بفضل الله دلوقتي عاوزين نتطرق لموضوع مهم جدا جدا فوق ما تتخيله والموضوع اللي احنا هنتطرق لي دلوقتي هيخلينا ان احنا نتحكم اكتر في اللعبة بتاعتنا او بالتحديد في عناصر اللعبة بتاعتنا دلوقتي عايزكوا تفهموا الشغل في الألعاب دلوقتي بخصوص الرينج طبعا يعني في فكرة عندنا كلنا ان طبيعي جدا ان لو انا جيت هنا مثلا بعد في اي حتة كده ندهت على الاسماء دي لو طويلة ممكن نقصرها ما عنديش مشكلة بفضل الله اهو يعني ممكن نخليها لآخره اسهل يعني يعني نعمل كده يبقى ده مائريكت تو ومائريكت ثري تمام وهنا مائريكت فور ومائريكت فايف ومائريكت سكس وهنا نفس القصة ده واحد انت هالي كده يبقى اسهل صح اتنين تلاتة وبعة خمسة ستة ونغير الارقام على طول صح على اساس المسميات الطويلة بتبقى ايه مش في كل برضو نفس القصة برضو دي ممكن نخليها برضو نخليها ماوس موف بس ماوس موف مسلا احنا كده قصرنا شوية يعني شايفين اهو يعني اقصد ايه على اساس وشايفين الدنيا ريئة قدامكم قبل ما نبدأ في الموضوع ده لان الموضوع ده فعلا مهم فوق برضو المتغيرين دول انا ما بقيتش احتاجهم حتى لو شغلت اللعبة بتاعتي من غيره ما يشتغلوا عادي اهو هتشتغل عادي ما فيش اي مشكلة خلاص طيب المهم بقى ايه اللي انا عايز اعمله اي حد مننا لو جي هنا وقال لك يا عمي انا عايز انادي على الماي ريكت مسلا هو الماي ريكت وان ده الواي بتاعته انا مدهاله عشرة مش كده لا انا عايز انادي على الماي ريكت وان واقول له الواي بتساوي مسلا انا عايز الواي تكون اكبر وي عندي بمية انا عايز الواي تكون بمية وخمسين مية وخمسين مسلا طبيعي اي حد مننا لو جي شغل هيتوقع هيتوقع ده ده اللي انت هتتوقعه لأول وهلة هتتوقع ان انت هتفتح اللعبة هتلاقي الابجيكت اللي هو لونه احمر ده بقى تحت لا مش هيحصل التعامل هنا مختلف التعامل هنا مختلف تماما التعامل هنا انت كده بتتعامل مع نسخة بتتعامل مع نسخة لو انا خدت السطر ده كط وحطيته قبل ما ضيف العنصر هيتفعل كده يشتغل بصوا كده هتلاقوه بقى تحت اهو اخدتوا بالكم اهو ميتين وخمسين يبقى واضح معاكو اهو خلاص شايفينوا يا باشمهندسين نزل تحت اهو تمام لكن نفس السطر السطر صحي مفوش حاجة لكن نفس السطر هو هو حطته هنا ها هتلاقوه ما اشتغلش اما لا اعمل ايه ديفو تاني ديفو تاني هتلاقي اتنين واحد فوق واحد تحت انا نسخة انت هنا بتتعامل مع نسخة انا ضفت العنصر جوه الاو جين عاوز توصل للعنصر انا دوقتي بتكلم على محرك العاب الموجود مع الرنج واللي بيتطور مع الوقت بفضل الله عاوز تتعامل مع العنصر اللي انت ضفته توصل الاول للاو جين مركزين معايا باش مهندسين انا واقصل دلوقتي المعلومة مهمة جدا تمام بالنسبة او بخصوص محرك الالعاب تمام وهي اني انا لو عاوز اتحكم في العنصر ذاته اللي اتضاف انادي على ال او جيم طيب انا لو نضحت على ال او جيم هوصله ازاي وهو اساسا ملوش اسم وده حقيقي يعني الماي ريكت وان ده ملوش اسم يعني مثلا سويني لو انا قلت له اطبع ماي ماي ريكت وان دوت نيم مثلا طبع لي فاضي صح؟ فوش حاجة لكن لو انا خصصت له اسم لو انا قلت الماي ريكت وان دوت نيم بيساوي مثلا ماي وان مثلا اي اسم؟ هيطبع لك ماي وان؟ فاهمين القصة؟ يعني هو اساسا بيبقى بفاضي بيبقى ملوش طيب بصوا بقى دلوقتي احنا عاوزين نوصل للعنصر ده من جوه ال او جيم يبقى لازم اناديله اسم وبناء على هذا الاسم بستخدمه يعني لو انا جيت هنا مثلا قبل ما اضيفه قبل ايه؟ قبل ما اضيفه طب تعالوا نجرب بعد ما اضيفه تعالوا نجرب بعد ما اضيفه انا دلوقتي هانا انده على الماي ريكت ماي ريكت وان دوت نيم بيساوي مثلا ماي وان حلو؟ تمام؟ وبعدين عايز اوصل له بقى في ال او جيم دوت فايند بعمل ايه؟ بعمل فايند فايند دي بديها هنا الاسم بديها هنا الاسم انا هنا هديها ماي وان ماي وان خلاص كده المفروض يجيبهولك دوت واي بتساوي امتين وخمسين سيف لو انا شغلت دلوقتي هيعمل ارور بص هتلاقي بيقولك ايه؟ بقولك هو مفيش ماي وان ده مش لاقيه تمام؟ لو انا خدت نفس نفس الكود ده وحطيته قبل ما ضيفه يعني قبل بالنسبة لده ها؟ بالنسبة لده قبل السطر ده قبل ما ضيفه علشان يضاف بالتغذية دي خلاص؟ سيف لو شغلت دلوقتي هيشتغل معاك وفعلا استجاب انتو خدتوا بالكم؟ انا كده بوصل للعنصر اللي يلزمني انا انا قاعد بعمل لعبة حطيت اوبجيكت اللي فعال قدام اليوزر هو الابجيكت ده اللي انا بمسكه وديه واجيبه ده هو ده هو ده اللي انا عايز اوصله وهو ده اللي يهمني فعلا اعدل بقى الاكس بتاعته اعدل الواي بتاعته اعدل الواي اعدل حتى اللون تمام؟ يعني لو حبيت اعدل اي حاجة بفضل الله اعدلها ممكن اعدل بالطريقة دي وممكن برضو اوصله بنفس الطريقة اهو كده وافتح وعدل بقى اللي انا عايزه في يعني مثلا اجي مثلا اقول الاكس متين وخمسين وعدل بقى بالمر يعني مثلا اخلي الكلر بتاعه بضل ما هو احمر اخليه اي لون تاني انا دي على الاصل بتاعه اللي هو صح كده بيساوي ال underscore 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 RGB وهنا هتدي له لون تاني هتدي له مثلا مية مية صفر سيف شغل كده اهو اتغير لونه واتغير مكانه انتخدتوا بالكوا يا بشمهندسين انا دلوقتي بفضل الله بقدر اني انا اتعامل مع الوجيكت بتاعي من اصله فهميني القصة من ايه من الاصل بتاعه من الاساس بتاعه ولو حبيت تغير اي حاجة هتتغير معاك بنفس الطريقة دي وعايز اقولكو على حاجة تاني كمان يعني عايز برضو تبقى انت فاهم الجيم انجين اللي انت شغال بيه علشان تتحكم اكتر وانت شغال في اللعبة تبقى انت انت طول ما انت فاهم طول ما انت عندك تحكم اعلى بفضل الله لو انت حبيت يعني تسرح بخيالك وروح تواخد العنصر اللي هو جوه الوجيك وروح تعمل مثلا ماي اي حاجة ماي اي اسم اسم ماي ده بيساوي العنصر ده انا عايز اقولك ان انت لو ندهت على ماي وقلت له دوت واي بتساوي ستمية مش هيستجيب ليك مش هيستجيب ليك لان كده انت بتتعامل مع نسخة غير لما تتعامل مع ده على طول انا عايز اتعامل مع ده على طول هو ده اللي انا عايز اتعامل معاه على طول بشكل مباشر في اي حتة بره او جوه في اي حتة فين في اي حتة بره او جوه بره او جوه ازاي احنا كده تعملنا معاه جوه هو انا ينفع اتعامل معاه بره اه انا اتعامل معاه بره ان شاء الله المرة القادمة ويارب تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته